سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة نعمة الرب النهاردة تعنى لنرى الحق والحق يحررنا زي ما وعد الرب يسوع حلقة النهاردة بعنوان مقييس الشيطان في الحلقة دي حنائش أحداث دار الأيتام في السعودية في منطقة خميس مشيت إذا كنت بقولها صح يعني سامحوني لو نطعتها غلط لكن نستكمل الحديث بعد كده في موضوع بعد النقطة دي نستكمل الحديث في موضوع أحوال النساء في بلاد المسلمين زي ما وعدتكم في الأسبوع الماضي وأيضا هحاول لو فيه وقت أن أنا أرد على بعض تعليقاتكم اللي علقتوا عليها خاصة على الفيديو اللي على اليوتيوب بتاع الحلقة اللي فاتت وأنا وعدت أن أنا هرد على الضحك الباكي خاصة بقدر الإمكان هحاول أن احنا نجمل ده في حلقة النهاردة إن لم يكن هتكون في الحلقة اللي بعد كده في الحلقة اللي فاتت أنا كلمتكم عن أحداث العنف المتكررة ضد النساء في العالم الإسلامي وعددنا كذا قضية من قتل الاعتداء الجسدي أو تعنيف وغير يعني ده أمور كتيرة اتكلمنا عن عدة قصص بأشكال مختلفة مركزها واحدة ستة يابتتقتل يابتتضرب يابتتجرح يعني الحلقة كانت مليانة بالأمثلة والفكرة أنه يعني العنف الجسدي اللي بتعاني المرأة في العالم الإسلامي الآن ارتفع بشكل غير عادي ما بيمرش يوم علينا من غير ما يكون في حدث يستحق أن احنا نتوقف عنده أو نتناقش فيه يعني أنا ببقى النهاردة كنت دخل المفروض أدخل الحلقة دي أكمل في موضوع معين كنت عايزة أخلصه معاكم لكن ما نقدرش نعدي حدث كبير وجريمة كبيرة حصلت الأسبوع ده من غير ما نتكلم فيها ونبحثها إنسانيا واجتماعيا وروحيا عندنا مشاكل العنف والتمييز ضد المرأة في العالم الإسلامي بقت فاقت الحدود والتناقض بقى بين اللي بنقوله واللي بنعيشه بقى شيء يعني مش هيتصلح إلا من جواكم ومش هيتصلح إلا بالمسيح مش عايزة يعني مفيش حل غير كده لأن الأسطوب المتبوعة والحياة المتبعة في العالم الإسلامي هو ليس إلا طريق الشيطان ولن يوصل إلى شيء غير الهلاك كل الجرائم دي بأشكال مختلفة في العالم ضد المرأة في العالم الإسلامي ليها طبع خاص ويعني عوامل خاصة بيها وبطبيعة المجتمع الإسلامي ونظرته للنساء بالتحديد والتمييز بين الرجل والست في هذا المجتمع مثلا لمحة من التعليقات اللي حطها لنا الأستاذ الضحك الباكي على اليوتيوب تحت الحلقة اللي فاتت إنه هناك تمييز بين الرجل والمرأة في الغرب أيضا وإنه الغرب الصليبي الكافر النساء فيه بتضطهد وإنه هناك رجال بتضرب يعني إيه لخبطات كتيرة جدا من إنه بيقول إنه أنت ليه بتتكلمي على الستات في الشرق لكن ده في الغرب عندك نفس الحكاية وبيقولي أشيل القذب يديه بقى الآيات الكتابية اللي بتقول يعني أشيل القذب من عينك بدل ما تبص للخشبة اللي في عين أخيك وكأننا لا ننتمي لهذا المجتمع إحنا ليه بنتكلم على هذا المجتمع أولا إحصائياتك والكلام اللي أنت قلته ده هرد عليه بعدين ده مش مشكلتنا ولكن أنت نفسك بحتاج تشيل القذب اللي في عينك وكل من يتكلم بهذا الشكل إحنا بنتكلم عن المجتمع الإسلامي رد على ما يحدث في المجتمع الإسلامي وأسبابه ونظرته للنساء مش كل ما حطي لك فيديو واحدة بتتضرب في الشارع تحطي لي واحد بتاع بوليس بيضرب واحدة في أمريكا ولا في لندن أنا مالي دي حاجة ودي حاجة الست في العالم الإسلامي يميز ضدها من أجل القواعد الإسلامية والإيمان الإسلامي الذي ينظر للمرأة على أنها لا شيء ما تقوليش بيها مالي كمتوجة وكلام من دا يعني حط دا على جنب شيل انت القزم من عينك وقل لي التمييز بين الرجال والنساء في المجتمع الإسلامي مركزه إيه إنك انت شايف إن المرأة أضعف وأقل وإن الراجل قوام وإنه الست تقعد في البيت وإنه الست مش لازم تختالط وإنه هي أنتوا تزحمونها في سوق العمل وكلام دا كله الحاجات دي تخطاها المجتمع الغربي بمراحل عندهم مشاكل مشابه عندهم بطرق مختلفة التمييز هناك ليس قائم على أساس ديني لكن ممكن يكون قائم على أساس بعض العرقية بعد الطبقية وهكذا مش مشكلتي الغرب لإن الغرب فيه الست اللي بتضطهد تقدر تروح للمحكمة وتدفع اللي اضطهدها اللي وراه اللي قدام وتاخد حقها بالكامل لكن في الشرق لا لا ما عندناش ده وإن حدث فهو قلة احنا ما زلنا بنوعاني ان الست تاخد من أخوها مراسها لما ابوها يموت ولما أمها تموت ده احنا لسه يعني لسه في سنة 22 قربنا قربت تخلص اهو ولسه مش عارفين نحدد نظام وراسي يضمن للبنت حقها او يضمن للست حقها لما جوزها يمد يده عليه فشيل انت القزة وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده اكي التمييز فاق حدود الاستيعاب فعصر احنا عايشين يعني من لمساته ومن العوامل المهمة فيه التقدم التطور التقدم الى الامام تحسين احوال الانسان الا اذا كنت في دولة اسلامية نحن في الدولة الاسلامية نساق كالبهائم الى منحدر اللا اخلاق واللا ضمير ونتظاهر باننا نرتدي اثواب العفة والمساواة والرحمة والتقدم ويعني كل الكلام ده احنا نساق الى منحدر هلاك واحنا فاكرين ان احنا شايفين احنا شكلنا جميلة هو متدينين واخلاقنا مش عارف ايه ومن الداخل عفن الكلام ده بيفكرني بقصة الملك العريان والخياط الشاطر الملك اللي كان فاكر نفسه عايز يبقى اشيك واحد والخياط قال له انا انا بقعد خياط لك وهو وهو بيخيط في الهوى وبعدين لبس الملك البدلة وعمل تجربة كده قال لك ولا حد هيقدر في الشارع يقول انه الملك عريان عشان هيخافوا منه الا طفل شاف الحقيقة وقال الحقيقة طفل بقى كبير النهاردة العالم بقى شايف حقيقة الاسلام والمأساة اللي بيعيشها المسلمين والستات عموما في العالم الاسلامي فاحنا بنقول لكم الملك عريان والفضيحة باينا نغير احنا بقى الجوان الاسلام المتلفح بيه عريان زي المثل كده لانه كذبة شيطانية كبيرة عنوان حلقة النهاردة هو مقاييس الشيطان ليه مقاييس الشيطان النهاردة اللي انا عايز اتكلم عليها لان انا بصيت كده للي حصل الاسبوع اللي فات ولقيت انه فيه ازدواجية غير عادية والازدواجية من مقاييس الشيطان بالتأكيد الكذب من ادواته ومقاييسه فهو الكذاب وابو كل كذاب فيقول لك الحاجة وعكسها التمييز والتفرقة من مقاييسه لانه لانه ليك انت بتعمل حاجة كويسة حلوة خالص ما يكرهش حاجة بقى لو عملت دي نص نص او لو ما عملتهاش انت انت مدي للستات فتحت للستات ما كان في المجتمع هو وبقوا يقدروا يسافروا وبقوا يقدروا يسوقوا وبقوا مش عارف ايه بس هو عدبص بقى للناس اللي عايشين في دور الرعاية دول دول مجرمين يا عم سيبهم فيه ستات كده ما تجيش الا بالعيشة دي بقوا اقل من البشر بس عندنا الصورة الظاهرة في الاسدواجية ان احنا بقى عندنا تفتح بقى واصلاحات ومش عارف ايه لكنك لم تصلح القلب المجتمعي ما زال ينظر للمرأة على انها انا عملت غلط فهيبقى غلط جنسي ولا حاجة يعني تفضح العيلة وذا غلطت وراح تضار رعاية هتعمل بيها ترجح هتعمل بيها ايه دي خليها بقى عايشة بقى طول عمرها في در الرعاية و يبتز و ويستخدم و يستغل انسانيا وجنسيا وكل حاجة افكركم ان احنا عملنا حلقة اسمها الشريط الابيض عن بنات دور الرعاية يعني لو لو ترجعوا امكان كانوا حلقتين كمان تشوفوا الاحداث اللي بتحصل للبنات دي لما بحثت عن تعريف الازدواجية يعني بالذات انا اما اجي في بالي ساعات كده تيجي في بالي كلمة وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده اقعد ادور على معانيها في الكتاب المقدس و وكده في حتة دابل ستاندر ده انا انا سمعتها جواي لا ده ده دابل ستاندر ده مقياس الشيطان دي حاجة من الاساسيات اللي في مقياس الشيطان لما تيجي تبحث عن المعنى فالامثلة اللي بيحطوها في القواميس كلها مرتبطة بالتمييز بين الراجل والست ب انك تقول انه انه في مساواة لكن لا تسمح بهذه المساواة على ارض الواقع وده اللي بيحصل عندنا انا لم اقول ابدا انه مفيش تمييز وانه مفيش ستات بتعاني في الغرب بس مش الغرب مرة تانية اصوله مش الدين لكن اصوله انه فيه تغييرات بتحصل في النمو المجتمعي وفيه الناس بتقدر تاخد حقوقها والامور بتتحل شوية شوية لكن عندنا مفيش احنا عندنا زي المساواة المصري يقولك انت من بره هلا هلا ومن جوه على مال المساواة المناسب اللي انا بقوله لكم ده النهاردة في موضوع الازدواجية هي الحقيقة فيديوهين هتشوفوهم اول حاجة هي جريمة اللي حصل في دار الايتام بتاع خميس نشيط انا يعني عايزاكم تشوفوا الفيديو وانا هشرح لكم والفيديو بيحصل دلوقتي اللي بيحصل وحنقرأ بعد كده نشرح القصة ونشوف ايه اللي حصل عشان نوصل للمهزلة دي نشوف الفيديو الاول يريد توطوا الفيديو شوية وانا هشرح دلوقتي ده دار الايتام هو غالبا مش دار ايتام كتير بيقولوا ده مش دار ايتام ده من الدور البنات دور رعاية البنات انا مش شايفة مثلا انه دار ايتام بيبقى فيها اطفال اطفال وكبار وكده دي دار للبنات الكبار اللي اثارهم مش عايزاهم اللي مش عارف ايه رجعو الكم الهائل من الرجالة دول انتو شفتم مثلا سبعة تمانية عدوا ده لسه فيه كتير بقى الرجالة دول اللي وقافين على جنب بيدربوا البنات هنا وبياخدوا الكاميرات او التليفونات من البنات ومسكين عصيان تخينة كده زي الشوم عشان يدربوا بيها البنات يعني مثلا ما بيأكلوش يعني بيأكلوهمش كويس غالبا يعني وبصوا البنات بتجري ازاي والرجالة بتجري وراهم بص الراجل ده الزابط ده في فيديو تاني جايبه بيدرب الست اه بص شوف بيدرب الست دي بالوحشية ازاي وغالبا دي عميلة كانت بتحاول تدافع على عن واحدة من البنات شوف البيت شالها زي العروس القماشك درماها وبعن راح جيبها تاني من شعرها وتمتهن البنت دي عارفين بتتضرب ليه عشان مسكوها بتصور كل الرجالة دي وده شيخ بقى ولا ايه اه الغريبة انه هو بيستخدم اتكلبشات ويحطها في رجليها وبص يعني دراحها رفاية عد ايه وجاي الراجل يضربها وهي مش بتعمل حاجة يعني يعني مش عارفة هم عايزين هيروحوا تروح فين بالزبط ضربوا رجالة عمالة تجري على ستاء ورا ستاء تشوف كم راجل داخل من قوة الامن انتو ده انتو ما بعدتوش قوة قد كده لداعش لشوية بنات غلابة ايتام ما لهمش حد مطرودين محرومين ايه ده نتكلم من ناحية انسانية ولا بنتكلم من ناحية قانونية ايه في القانون عندك بيقولك انك ممكن تداهم بيت بنات كده ما حصلش فيه جريمة وتجيب البنات من شعرهم فيه بنت كده جررها من شعرها جرر جرر عشان لما نقولكو ان الستات بتعامل بالوحشية دي في البلاد دي ده اللي بيحصل في الداخل جوه البيوت جوه الديار دي جوه السجون فين الانسانية فين الانسانية مفيش ولا جانب البنت بنشعرها بالشكل ده انتو تعرفها منين يا بيوت ولو تعرفها بتعمل بتعمل كده ليه يعني انا مش قادرة انتو اكيد بتتعاملوا اهليكو كده في البيوت العالم كله شاف الفيديو ده والعالم كله بيتساءل ايه ده هو ده بجد اللي بيحصل عارفين ليه عشان ليس خافي الا هو يستعلن لان الله لن يسمح بانكو تعيشوا بهذا الشكل وان البنات دي والستات دي يعيشوا بهذا الشكل وما تكشفوش للعالم مش البنات اللي كشفوكو عملكم اللي كشفوكو وازدواجية الحياة اللي انتو عايشانها هي اللي هتكشفكم اكتر واكتر قدام العالم كله لكن احنا بنصلي النهار ده يا رب انت انت اللي بترى قلم اليتيم والارمالة والمحتاج والمظلوم احنا النهار ده رب بنضع امامك الستات دول اللي في كل مكان في العالم الاسلامي بنقولك يا رب ترأى ليهم قبلهم تحنن عليهم ارسل المعونة ليهم يا رب في اسم يسوع خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده ونشوف بعض التعليقات بتاعت الناس من الصدمة بقى في ناس مصدومة وفي ناس بتودين الى يعني الى اسوأ الحدود وعلى فكرة انا انتقيت الحاجات اللي ما فيهاش سفالة في الكلام مايتقالش عليه غير سفالة في الكلام بعد ما تشوف فيديو بالشكل ده هقول لكم القصة ايه حسب ما الناس قالت هل ده يتساوى مع المنظر ده ولا لا بس بس الحلقة اللي فاتت انا كلمتكم عن الراجل اللي قتل مراته ولموله دي فالراجل ده بيقول للأسف دول هما نفسهم اللي عادي يجمعوا دي للقاتل تلاتة مليون وعشان يعني يمكن انه يتغير ويجوزوا الزاني علشان يعقل ويعزوروا المتحرش لانه طايش هما نفس المجتمع اللي بيعمل كده الراجل يغتصب الست فيجوزوها ليه عشان يسطروا عرضه ولا عرضها فتنتهي حياتها وهو يبقى عنده واحدة يغتصبها كما يشاء شرعا بالقانون هادي تعليق اسئلة ازدواجية معايير غير عادية تلمو دي لقاتل قتل مراته وراحت حياتها والأهل ياخدوا الدية ويبقوا كويسين قوي وتمزعلين على بنتك اه بس هناخد الدية ورده يعني حقنا ازدواجية في المعايير ازدواجية شيطانية خلينا نشوف السلائد اللي بعد كده اكي البنت بقى اللي بتحكي لنا الحكاية بتقول بما اني من بنات الدار بقول اللي صار بالتفصيل وكيف وكيف المعاملة الهماجية اللي اتعرضنا لها في البداية بكتب لكم من حزاب تاني علشان ما ما يلحقنيش ازا يعني اللي صار ان فيه واحدة من الاخوات البنات لأننا تعودنا كلنا نكون إخوات يعني أنتم شفتوا البنات يعني بيحاولوا يدفعون بعض في كل الضرب وبتقول إن إحنا كلنا بنعيش إيد واحدة مع بعض طلبة البنت بحققها وإن المبلغ اللي كان مستحق لها جالها ناقص فنشوف أنا أسف أنا حاول أقرأ لكم من هنا لإني مش عارفة أشوف كويس فالبنت شافت إن مستحقتها جت لها ناقصة فاعتردت دي أحد فبتقول بعدين علشان موضوع الدراسة اللي اتضررت منه كم واحدة بسبب مديرة الدار إذن هم البنات كانوا بيدرسوا فمديرة الدار رفضة إن هم يكملوا دراستهم فراحت البنت اللي المديرة وكلمتها بكل احترام لكن المديرة كانت مع الصبا وطردتها فراحت البنت دقت كراسي المكتب وشققت الأوراق الأوراق العادية لإنها مع الصبا وقالت خلاص مالوش تازمة مدام يعني مش هتخلينا نطالب بحقوقنا فلا بتديهم الفلوس المستحقات بتاعتهم ولا عايزهم يكملوا فالبنت تنرفزت رمت لها كورسيين في المكتب وقطعت الورق فاللي بعد كده بقى نشوف الفيديو اللي بعد كده أو السلايد اللي بعد كده أنا أسفة بتقول بقى البنت إنه بعد شوية المديرة الدار اتصلت على الشرطة يعني اتوعدتنا إن السجنات هياخدوها وبعد نص ساعة جت ثلاث سجنات معاهم كلبشات واقترحت بنتين إننا ما نسلمش البنت ونخبيها عنهم لإنها تكلمت بلسننا جميعا وطالبت بحقنا ومستحيل نتخلى عنها بعد ما دخلوا السجنات على طول راحوا للغرفة اللي فيها البنت فالبنات كانوا بيحاولوا يحمل البنت لإنه المشكلة مش هي بس ده كلهم بتتكلم بصوتهم بتقول ما ندري من أعلمهم مكانها ورفضوا البنات إنهم يدخلوا الغرفة اللي فيها البنت وصار في دف بيننا يعني بيزقوا في بعض وبينهم ورمي للأغراض وآخر شيء راحوا مشيوا وبعد ربع ساعة دخل علينا أربعة من الشرطة وضربوا البنات اللي قدامهم وراحوا الغرفة اللي فيها البنات وقتها وسكروا البنات الباب على نفسهم فكانوا بيحاولوا يطلعوا البنات الخايفين يسلموا نفسهم للشرطة بعد ما فيشلوا يفتحوا الباب راح واحد منهم ورجع معاه ناس من الدفاع المدني معهم أجهزة كسروا الباب على البنات وكان شرطي معاهم أشخاص لابسين ثياب دربونا بهمجية بعصي وأحزمة وأنا بكلمكم الآن وأنا بتألم من الضرب اللي جاني يعني إيدي مورمة ورقبتي كلها زرقة وفي صور على التويتر هتلاقوا البنات مزرقين ومورمين ومتعورين وبعدين بتقولوا في بعض البنات سحبوهم بقوة بين المباني لدرجة أنهم بيبكوا ولا رحموهم حتى فيه كم واحدة جهن هي رعصة بيقوم عليها من اللي شافته طبعا أبضوا على مجموعة من البنات للأسف إنه ليه أنا اخترت أقراركم اللي قالته البنت دي أولا أي جريمة يعني فيه ضوابط للضبط والإحضار فيه ضوابط لأنه إزاي الشرطة تدخل مكان وعندهم تصريح بدخول المبنى ولا عندهم تصريح بدخول القوض الخاصة بالبنات ولا لأ عندهم تصريح تفتيش ولا لأ كلام ده كله واضح إنه حصل في خلال ساعة ولا فيه لا تصريحات ولا أي حاجة فيه سلطة استخدام سيء للسلطة واستهتار بإنسانية البنات دول لأنهم غلابة وما لهمش أهل ولا لأنهم ستات لو أنت في دولة غربية للأسف يعني أنتوا مش في دولة غربية لأنه الآن ما بقاش يعني ما بقاش في مصدر حماية للستات إلا إذا تغير القانون وبقى فيه رجال أطقياء بيقوموا على تنفيذ هذا القانون الدول الغربية لها قواعد يعني النهار ده الناس ابتدت تتعلم حقوقها فممكن ظابط يوقفك في الشارع ويقول لك أنا عايز الرخصة مثلا فأنت لو عارف القانون تبقى عارف إيه اللي من حقه وإيه اللي مش من حقه ومن حقك تقوله لا أنا مش هدي لك الرخصة لأنه أنا في الإطار الفلاني غير مسموح لك أو مثلا يقولك يديني كذا فتقوله لا أنا مش هدي لك كذا لأنه الإطار الفلاني في القانون بيقول لا وماقدرش يعمل حاجة لو أنت قلت للزابط لو سمحت إطلع بره المربع بتعبئتي من حقك مدام معهوش ورق لكن ويمشي ويبقى ساكت يروح يجيب الورق ويجي يدخل برده لكن مدام معهوش ورق ما يعملش كده لكن إحنا ما عندناش قوانين تحمي البنات دي الشرطة كانت عارفة إيه الأسباب اللي ضربوا بيه طب بنت غلطت ضربوا كل البنات دول طب ثلاث بنات أو الأربع بنات حبسوا نفسهم في قوضة أو ما ضربوا كل البنات اللي شفناهم بيتجروا من شعرهم دول ليه بقى عشان البنات دي كانوا وقفين بيصوروا علشان هتفضحونا فانكسر التليفونات ومش عارف إيه لكن ربنا سمح أنه على كل التليفونات اللي كسروها برضو كان فيه كذا حد بيصور من أماكن بعيدة ملحقهمش هل في سبب يبرر ده؟ مهما كانوا البنات غلطوا أو ما غلطوش هل في سبب يبرر هذه الطريقة في التعامل مع النساء؟ دول بنات لو كانوا أيتام فهم ما عاروش حاجة تخالف القانون غلاب أيتام ما لهمش حد الدولة أهلهم المفروض وعملين يقولك إيه؟ الآية الشهيرة أنه لازم تقصده في اليتامة وعملين يحطوا الآية هذه الآيات وهذه الأمور لا تغير القلب لم تغير قلبك عشان ترى أنه البنات دول دي ست إنسانة لو أنت رايح في حتة مثلا دار لرعاية الرجالة إصلاحية للرجالة هتعملهم كده؟ لا مش قوي مش قوي مش كده؟ هيكون الأمر مختلف مش هتجيب الراجل من شعره ومش هتضرب الراجل في العام كده وعالمشاع كده دي دار أيتام؟ إن كانت دار أيتام فدول مش مجرمات وإن كانت دار رعاية فهم برضو مش مجرمات لأن دار الرعاية غالبا الستات اللي بيتحطوا فيها بتبقى علت صوتها على أبوها أبوها مش عايزها مرات أبوها مش عايزها بيبقوا أصلا معذبات يعني أبوها شافها بتكلم حد في التليفون أي حاجة بقى وغالبا بيبقوا مظلوبين أفكركم ترجعوا تشوفوا الحلقات بتاعة الشريط الأبيض والقضايا التي لا تنتهي لبنات دور الرعاية التغيير اللي حاصل في السعودية ده حلم ولا حقيقة؟ يعني أنا عايزة أفهم إيه أشكال التغيير؟ هل هي كلها سطحية؟ زي ما إحنا شايفين كده للناس اللي يقدروا يعيشوا هذا الشكل من التغيير نحضر حفلات ونروح ونيجي ونتفسح ونطلع بره ومش عارف إيه لكن دول فاكريين لما ابتدى التغيير في السعودية وأنا قلتلكو هذا التغيير لن يصلح إن لم يحدث تغيير في البنية التحتية للفكر الإنساني والفكر الإسلامي في هذه المنطقة طبعا حصل تغيير في شوفنا التغيير في الكلام بقى كلام الشيوخ والكلام ده كله لكن لسه في البيوت البنات بتتضرب وفي دور الرعاية البنات بتتضرب وإيه نو لسه القضايا كلها مفتوحة القضايا المتغطية حلم مين هذا التغيير؟ يمكن حلم كل ست موجودة في السعودية إنه يحصل فعلا تغيير حقيقي وجزري في حياتهم لكن ده حقيقة ولا خيال؟ إيه بقى الأشكال والأنواع من هذا التغيير؟ أنا يعني أحب أسمع منكم إنك تروحي تحضري ما تشكورها ولا يعني حاجة زي كده دي مش قصة يعني خلينا نشوف السلايدة اللي بعد كده البنت بتقول كده السبب في التعدي علينا إن الفتيات طلبوا بحقوقهم بالدار ورفضوا فقموا بالإضراب على الفساد والظلم بسبب ثم التعدي علينا مع العلم إننا لم نعتدي على أي من الموجودين بالمقطع ولا من نعتدي على أي موظفة بل إنه تم التعدي عليهم حتى يعني تم التعدي على أيضا بعض العاملات الموجودين معهم شوف اللي بعد كده خليني أشوفه من هنا لأنه بعيد شوي أمل بتقول هنا الهمج اللي دخلوا مع الشرطة تجمعوا على صديقتي وهي تبكي وتحلف لي إنها ما سوت شيء ومع هذا سحبوها كأنها مجرمة بدون أي رحمة منهم دي البنت اللي انتم شفتوها بيحطوا بكلبشات في رجلها وبيشدوها من شعرها كام راجل كام راجل حوالين البنت دي شوف اللي بعد كده هنا بقى التعليق اللي تحت التعليق ده البنت اللي مضروبة وشايف صورتها وشفت الفيديو وكل ده الراجل اللي بيقولهم إيه تستهلوا خليكم تتقدبوا العهد ده ما فيهوش لف ودوران ما فيهوش إلا حزم حزم مش كده أنا هفكركم بالحزم بعد شوية هنشوف أشكال الحزم اللي هيحطوها بعد شوية شوف الفيديو اللي بقى السلايد اللي بعد كده تعليقات الناس بقى دي مهم قوي إنكم تشوفوا بعض التعليقات السلبية للناس كل شوية واحدة تطلع تقول إن أنا من البنات الدار وكده ويقولولنا كلام وتطلع كدابة في النهاية وبعدين ليه كتبة بالانجليزي يعني علشان الأمم المتحدة تشوفك طبعا التعليق ده ما كانش فيه انجليزي ولا أي حاجة وفيه بعض الناس كتبوا بالانجليزي وده بيقولي على فكرة إنه بنات الدار دول مش كلهم أيتام ولا حاجة هما بنات من دار الرعاية أنت مش مصدق بس أنت مش مصدق البنت اللي بتتكلم اللي عشان كتبت عشان بتكتب من حساب متخفية فيه عشان ما تروحش في داهية يعني لأنه غالبا اللي بتكتب دي ما تمساكتش فأنت مش مصدق مش كده لكن يعني كل همك بعد الفيديو اللي شفته والبنات اللي بتتضرب إنك خايف إنه سمعتك تبوز لا كويس كويس إنه سمعت بوز علشان نقدر نكون الناس حقيقيين بقى نصلح تفضيحات حقيقية بعدين اللي بعده بقى بيقول أنا في البداية كنت بشفق عليهم بس كل ما أتعمق كل ما أقول يستهله خصوصا طريقة الميديا المستفزة علشان النسوية وإلى آخره كل ما أشوف منشورات كذا أقول أحسن هل هو غلط؟ أي غلط الرجل يمد يده على المرأة وهذا اللي تعلمناه في الإسلام والحين يجوا النساء يقولون لا هذا الإسلام شوفوا كيف شوفوا كيف شوفوا كيف السعودية أنا معرفش التعليق ده لا معه ولا مش معه لكن هو بيقولك أو هي بتقولك لكن إحنا ده اللي إحنا تعلمناه بالإسلام لك أنا مش عاجبه من الكلام علشان بيطالب بحقوق الستات بتحطولنا فيديوهات في الميديا عشان تطالبوا بحقوق الستات أنا معرفش موافق ولا مش موافق لكن يعني غالبا مش متعاطف أهو بعد كده بقلق السلايدة اللي بعد كده الغضب مش من ضرب البنات ولا ضياح حقوقهم ولا البنات دي هتتسجن وهتتسجن لسنين طويلة وهنشوف إزاي يعني المرحلة وسط الاستغلال هذا الشيء في تشويه سمعة السعودية يعني أي شيء عشان الناس تقول شوفوا السعودية شوفوا الإسلام كيف ولا حد طاق خير للبنات بس شوفوا هذه السعودية هذا اللي بيصير في الأيتام النسوية دايما كده عايزين يقولوا يعني النسوية هي كده انتوا عايزين تشويه سمعة سورة السعودية وفي ناس تانية بتعلق بتقول بقى انتوا كتبينها بالانجليزي عشان تفضحونا الهدف من الناس دي مش انها تقول طب نعمل ايه عشان نساعد البنات في ناس كتير علقت عشان تقول ده غلط وما يصحش ولازم انه يوقف لكن أسباب اللي بتخلي الناس تعترض على اللي حصل انتوا حطيتوا فيديوهات حتفضحوا لنا السعودية ودائما ما فيه من تحت يعني من بيقولوا كده فيه تون بيبقى تحت الكلام بيقول البنات دول غلط ما يستحقوش عملوا حاجة غلط فيه لوم على الضحية دائما ستجد اللوم على الضحية وده من ازدواجية الاسلام دائما نلوم الضحية هي عملت هي فتحت الباب هي اغتصبت تعاقب ايضا تجلد ايضا لا تكون استمتعت ما ننساش بقى الاحكام دي والفتاوي دي اللي تكلمنا عنها الاف المرات يعني ما ننساش الكلام دي دي العقلية الاسلامية وحال المرأة في المجتمع الاسلامي شوف اللي بعد كده البيان اللي نزلته ادارة منطقة عسير بيقول كده اشارة الى ما تم تدوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيت في منطقة عسير عليه توضح امارة منطقة عسير انه صدر توجيه صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع كافة الاطراف واحالة القضية لجهة الاختصاص غالبا لو حاجة زي كده حصلت في مجتمع غربي هيحصل ايه؟ يطلع المحافظة على طول او الحاكم المنطقة ويقول احنا بنعتذر عن اللي حصل كل من يد ايده على شخص في هذه المنطقة سيحاكم سيحاسب لان المشهد غلط مش احنا هنشوف بقى هم غلطانين في ايه وهنعمل وهنحاسب ان نحقق مع كل الاطراف نعتذر وبعد نقول نحقق مع كل الاطراف لكن حتى الحاكم حكم عليهم انهم غلطانين من البداية شوف السلايد اللي بعد كده انا اسفة طيب خلص عايزة ارى لكم تعليق من احد المعلقين السياسيين قبل ما نشوف الفيديو دي واحد بيقول كده الخطأ وارد وجل من لا يخضئ لسنا ملائكة سيتم تطبيق النظام بحق المتجاوزين في دولة العدل والحقوق والنظام لكن يقولك الجريمة الحقيقية التي يجب تشديد العقوبة بحزم على مرتكبة هي تصوير ونشر هذه المقاطع التي اساءت لوطننا وسمعتنا ورجال امننا ونشرها امام العالم يعني مش عارفة اقول ايه يا دي الخيبة تب قولي ايه التزوير في الفيديو اللي احنا شوفنا دا يعني ازاي عايز تقولنا ان فيه تزوير في الفيديو اللي البنات بتتمرمط فيه كده على الارض وبتتشال وبتترمي وبتطارد من الهمك دول دا هو الهمك مين بقى اللي هيعاقب البنات اللي صوروا يتضربوا يصوروا يتعاقبوا برضو لا انسانية انت تدافع عن سمعة البلد زي ما انتو عاملين الست العار العيرة وعرض العيلة يعني يعني الستات اعدى في بيتك تبقى عارض العيلة كلها وعايزين تموتوها اعدى في دار الرعاية تبقى لا ليها صوت ولا حسوا عايزين تكسروها وبرضو تعاقبوها لانها بتصور عشان تقول للعالم ارجوكو حد يسعدنا من المؤسف انه دا حال المرأة مش بس في مجتمع السعودية سمعة السعودية احنا مش مصدقين البنات السلطة اللي عايزة تكتم الموضوع الاسدواجية يعني في المعايير والمقارنة بين اللي بيحصل في الدول العربية والدول الغربية واضحة وجالية فيه تعليقات كتير انا محططهاش لانها يعني جارحة جدا لانها ادانة البنات وظنوا انهم اكيد قاموا بفعل مشين وانهم في وسط الفيديو شوفوا دا كان فيه واحد راجل لابس عباية والناس ترد عليه لا يا اخي دا مش راجل دا ستة هو لكن الكثيرين ظنوا انهم قاموا بفعل مشين اخلاقيا فالافضل ايه اتهمك بالانحضار الاخلاقي او انك عملت فعل مشين منحل اخلاقيا ولا حاجة زي كده عشان حدش قدر يتكلم احنا نوافق على كسر رائبة البنت اللي هو انحل اخلاقيا او اللي عملت فعل مشين من معاييرك انت مع انه دا مش صح بردو لو واحدة عملت فعل مشين فعلا من حقها انها تعامل بطريقة انسانية تؤهب انسانيا واخلاقيا وروحيا بشكل افضل تعامل كانسانة مش تجلد ويعني يعني بصراحة الموضوع ممكن اتكلم فيه لعدة ساعات دي المقييس الشيطانية الحقيقية انا هتوقف هنا وعايزاكم تنتبهوا لي دقيقة بقى لانه هنا بقى نشوف المقييس المقلوبة في قبل دار الايتام دي ما يحصل فيها او دار الرعاية دي ما يحصل فيها الموضوع ده بثلاثة ايام او اربعة ايام كان فيه حفلة للفنانة ماريم فارس فنانة ماريم فارس ما فنانة استعراضية لبنانية معروفة فيديوهاتها معروفة انا لاي انا ما عنديش اي اعتراض على فنها ولا لبسها ولا يخصيني الكلام ده خالص اوكي لكن انا عايزاكم تشوفوا الفيديو اللي جاي ده وتشوفوا السعودية كانت بتحتفل ازاي مع ماريم فارس لبسة ايه بتغني ايه بتعمل ايه في السعودية وبعدين بكلموني على الفعل الموشين والادانة الناس بالاخلاق مش بتكلم على ماريم فارس انا بتكلم على السعودية ماريم بتقدم حفلاتها في العالم كله مقبولة كفنانة في العالم كله اللي بتعمله هنا بتعمله هنا وعلى فكرة ايه مش بتخبي اللي هي بتعمله انها بتقدم فنها انت بقى يا بتاع مفيش اغاني ومفيش سينمات ومفيش حفلات ومش عارف ايه بصوا بقى شوف الفيديو يعني انا مش عارفة انا انا مش عارفة يعني احنا الكلام ده كله اما تشوفها كده تقول دي حفلة في فرنسا حفلة في القاهرة يعني عادي واحدة بتقدم فنها عادي قضيها انبساط والتحدي قضيها انبساط وتقول ماريم فارس بقى هنا انه لما يعني اكمل هتلاقي يعني شفت مين في السعودية لابس فستان زي كده ده الست بتمشي في السعودية السعودية ست السعودية لابسة بلوزة ولا لابسة تيور ولا لابسة فستان مغطي قد كده وطرح على شعرها ومتقدرش تمشي كده في الشارع او لو مش مغطيش عرها ومتقدرش تمشي كده في الشارع صدف بقى عادي بس بقى ايه يعني البلونات بقى وكلام ده كله حفلة حفلة ممتعة 15 الف سعودي وسعودية موجودين في الحفلة دي عملوا التحدي بتاع قضيها انبساط وفين بقى قولي ان هنا مفيش ازدواجية في المعايير وكان بنت شوف بقى حط دي وحط دي وقولي انتوا غيرتوا ايه في حياة البنات والستات في السعودي القادرة ممكن لكن اللي مش قادرة وغلبانة وملهاش صوت مين بيعتني بيها بنته وبنته عايزة وريكوا صورة اخرى من صور الازدواجية الأستاذة نورة القحتاني حكم عليها بالسجن في السعودية 45 سنة ليه بقى؟ بسبب منشوراتها على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي حطت بعض الاعتراضات على شخصيات سياسية شخصيات دينية الله أعلم يعني مش واضح هي تكلمت فيه يعني ايه واحدة تضع رأيي رأيي كلام انا معترضة على هذا النوع من السياسة هذا النوع من الدين انا ولا عرف هي تكلمت فيه ولا هم حتى حطين هي تكلمت فيه 45 سنة لبنت شابة بسبب منشورات على مواقع التواصل اي قانون ده جبتوه من اين ده والستات اللي بيحجزوا بالسنين ولا حد يعرف عنهم حاجة ويعذبوا وينتهكوا ويعاملوا معاملات مشينة ويعني يعني صدفة دي لا مش صدفة شوف اللي بعدها سلم الشهاب حكم سجنها كان 34 سنة بسبب تويتر تويتر نورة الظاهر غالبا جات بعد سلمة سلمة الشهاب قالت انه عملت تويتر بعد عملت تويتس بعد كده قالت انا اتحكم علي الحكم ده وانا عايزة اقول انه لم ينبهني احد لم يعطرد احد لم يعطيني مثلا فرصة يقول لي بلاش تتكلمي بالطريقة دي على تويتر يا عم اقفل التويتر بتاعه شلوها من على تويتر دي انتو اديكوا في كل حاجة لكن انتو عايزين تشيلوا المرأة من الحياة وده الحال اللي لازم يتغير دلوقتي قريدي فيه احاديث على انه البنات اللي عملوا كده حيسجنوا لسنين طويلة بهذا الشكل اي دولة فيها قوانين تضع امرأة تكلمت او رجل تكلم لفوق التلاتين سنة في السجن اسمه رائف اللي افرجوا عنه اللي قاعد محجوز السنين دي كلها محكومة عليه يقعد عشر سنين داخل السعودية يعني مش هيشوف عياله تاني اللي هو قريدي بقاله عشر سنين مش هفهمش هذه الامور لا تحدث الا فيه البلاد اللي بالشكل ده قانونها ودستورها الاسلام والطغيان اللي فيها طغيان اسلامي بحت فكر اسلامي بحت محتاجين ربنا يخلص هذه الشعوب عايزة اوريكم سريعا حاجة حربطها بموضوع النساء برضو اللي احنا شايفينه قدامنا ده حاجة واحد اسمه مينة اعطالها بخيط مسيحي بيقوله كده انه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قرر مجلس التأديب للطلاب وكلية الطب البشري بالجامعة على ده موجود على الويب سايت بتاع الجامعة قرروا رفدوا نهائيا من الجامعة ليه لانه بيقولوا انه هم اتكلم على السيدة عيشة رضي الله عنها واعترف بالمخالفة واتكلم على الرسول رفدوا حالت فيها ده ده يربطني بقى بفكرة الكلام اللي هي بتقولوا يهزوا راسهم كده ولا هم فاهمين حاجة الكلام ده في دول الغربة مثلا هتوقف واحدة غالبا في التخرج الجامعي بيجيبوا حد واحدة ستة او واحد راجل متخرج من نفس الجامعة حيدي يعني حاجة تلهم الناس اللي تخرجوا يعني تهدح لهم يشتغلوا طول السنين دي عشان يوصلوا للمركز ده حاجة تلهمهم فبيشاركوا قصص انسانية حقيقية وحاجات مشجعة كلها في الاطار المهني تشجعك ازاي تتفوقي في العمل ازاي بدل ما تقفي تقول لهم ما تاخدوش الحاجات الفلانية تشجعيهم مثلا ان هم هيخلصوا الماجستير بسرعة وياخدوا دكتوراه كمان وان تخصصاتهم تبقى في اهم المواقع اللي الدولة محتاجاها او التخصصات اللي نقصة في الدولة او انه مثلا تقول لهم احنا انت نقيبة الاطباء تقولي مثلا انا عندي بعثات ممكن ارسل فيها بعض المتفوقات منكم يعني حاجة زي كده حاجة مرتبطة بالعمل مش تقولي انت نقصة ما تقدريش ما تنفعيش ما تقعيش ما ينفعش اوكي من مشاكل المرأة اللي عايشة في الدولة الاسلامية في العمل انه محاولات اصلاح الوضع او محاولات تمكين المرأة بتشتغل مع المرأة ولكن لا تعمل مع العيلة والاسرة بجملتها فتغير فتغير فكر الاسرة الثقافة الموجودة ان الستة تعود في البيت والستة ما تقدرش والستة لازم تبقى شغلها محدود وامكانياتها محدودة وعدم التساوي في فرص العمل طب مثلا عايزة توقفي تشجعي الستات بدلا ما تقول لها بيتك ثم بيتك قول لها قول لهم مثلا انا بعمل مشروع دلوقتي علشان اقدم وسائل رعاية للاطفال في المستشفيات بطريقة افضل ودي من الحاجات اللي بتعطل الستات ان هم يشتغلوا ويطلعوا ويبقوا في المجتمع لانهم مش بيلقوا وسائل الرعاية اللي يستطيعوا ان هم يستخدموهم هم مرتاحين لاولادهم وفاري الامكانيات اللي ترفعهم مش تقولونهم وعودوا في البيت يعني هذا البله في الامر ايضا مسألة الاختلاط اللي طلعا لنا بقى دلوقتي خليني يوريكم السلايد اللي جاي ده حزب النور بيقولك نائب حزب النور بيقولك خروج المرأة للنوادي والجامعات والكلام ده كله ده ما ينفعش وحرام وكلام من ده نائب حزب النور يعني ده غالبا نائب حزب النور يبقى في المجلس الشعب مش كده انت ايه اللي مقعدك في مجلس الشعب انت تروح تقعد جنب يعني جامع باب جامع حاجة زي كده ايه اللي مقعدك في مصر أصلا يعني حقيقي انا بقولي ان الناس دي اللي مدايقهم اختلاط المرأة يخرجوا من مصر اخرجوا اخرجوا مش عجباكم الدول اللي بتحاول ترتقي بحال المرأة امشوا قعدوا بناتكم في البيوت بس ما تطلعوش علينا بهذا البله اللي لا يناسب العصر أبدا وانتوا عارفين انه ده منبعه اسلامي بحت لو حصل انه ده يفطى زي دي حد يقولها في الغرب ده يتشال من مجلس الشعب ويتشال من شغله ويترفع عليه قضايا للركب شوفوا البقى المرحلة الاكثر مش عارفة يعني مش عايزة انا بحترم الناس حتى ولو اختلفت معاهم في الرأي بس الفكرة نفسها في منتهى السخافة الاختلاقات في مجموعات الواتساب حرام هي مسيرة للجدل ده رأيك لكنها بتستخدم ضد الستات والبنات اللي عندهم واتساب يعنو وعندهم اصحاب وبيتكلموا ولا بتاع اللي هيسمع الاختلاق في مجموعات الواتساب هيقولك بقى ايه لا والبنات تتحطي لها واتساب ليه في الاسبوع اللي جاي هقولكوا بقى ابن الحواني بيقول ايه في المواضيع دي كمان والجدل السائر على مكانة المرأة في المجتمعات المجتمع العمل والمجتمعات العامة دلوقتي بقى بقى فيها جدل واضح بين السلفيين الإسلاميين والأظهر مثلا من من أكتر مظاهر المقيس الإزدواجية هتلاقيها في الأظهر مؤخرا الفتوى وعكسها الرأي وعكسه وهكذا عندنا مشاكل تواجهها المرأة المسلمة في العالم الإسلامي بشكل واضح عندي تعليق لمدة دقيقة على موضوع زواج المسيحية وبمسلم في بلاد المسلمين مؤخرا في فنانة متجوزة فنان اتطلقوا وعندهم مشاكل أعتقد مشاكلهم العائلية لتنين الناس محترمين هي فنانة مسيحية واتجوزت واحد فنان مسلم محترم خلفوا البنات عندهم مشاكل مع أمهم محدش يعرف إذا كان عندهم مشاكل بسبب الدين ولا القانون ولا إيه لكن ناس عندهم مشاكل عائلية من هنا الناس بتدت تعليق تعليق بقى للمسيحيين أو من يقول عن نفسهم مسيحيين أولا قبل ما أكلم المسلمين المسيحيين اللي علقوا على هذا الموضوع وقالوا ما هي تستاهل ما هي اللي سابت المسيح ما تستاهلش ما هي اللي بتجيب لنا أولاد من مسلم مش عارف إيه إنت مين علشان تحكم على قلب إنسانة أوكي واللي انت بتقوله ده مش رأي الله ولا رأي المسيح وهناك بعض الكهنة اللي بتعدد هذه الأراء بقولكم توبوا لأن الله يتعامل مع قلوبنا ومع أحوالنا ومع خطيانا في كل مرحلة من المراحل في حياتنا ودائما باب الرجوع ليه مفتوح هو أحنى على الناس دي منكم كلامنا يجب إنه يكون للبناء لدرجة إن المسلمين علقوا على التعليقات المسيحيين حطينها وقالولهم إحنا كنا فاكرين أنكم أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم وإيه اللي حصل أنتم بتتكلموا زينا فضيحة إنك ما تعرفش قلب إلهك أما بالنسبة للست اللي بتتجوز مسلم فأنا بقولك الله مش عايزك تكوني في علاقة لا تتوافق معك روحيا بس عرافي إنه وإنتي في وسط بلاد المسلمين إنتي ليس ليكي حق في أي شيء لا مراس ولا حضانة ولا أي حاجة المفروض إنكم تكونوا عارفين كده اختياراتك يجب إنها بس الله مش حيسيبك تجوزتي مسلم ولا تجوزتي مسيحي الله مش حيسيبك أنا مضطرة أن أنا يعني أنهي الموضوع في الكلام في الموضوع ده لأنه يعني الحلقة خلصة لكن أنا حاب أقولكو حاجة إنه إهانة الفقير والغريب والضعيف دي مش من مقاييس الله دي من مقاييس الشيطان الله بيقول لنا كده إنه بيختار أغنياء الإيمان للمادة ولا الشكل بيختار الفقراء والضعفاء والمحتاجين علشان يمثلوا محبته ويمثلوا ملكوت الله ربنا يشفي قلوبنا ويجبر كل مكسور مكسورة النهاردة ربنا معاكم وإلى اللقاء